أهلاً وسهلاً زي كيماً يعني إحنا جينا في ملعبك النهاردة ما نتكلم عن الترابات الشخصية إحنا كده في ملعب حضرتك ده التخصص التخصص صحي كده طب يا دكتور هل كلنا عندنا الترابات شخصية ولا ناس وناس الحقيقة أن إحنا الأول إيه هو التراب الشخصية مش التراب الشخصية معناها أن حضرتك عندك سمة مميزة لك وهذه السمة بتكررها من خلال سلوك في تصرفاتك مع الآخرين طوال الوقت هنا هيبقى عندك ما يسمى بالتراب الشخصية السمة دي سمة سيئة بما أنها التراب صح؟ تحولت إلى سمة سيئة ولكن هي ممكن تبقى حسنة طب أديني مثال كده يعني مثلاً لو أنا مهتم بالتفاصيل دي حاجة جميلة حاجة كويسة بس أن أصل لدرجة أني مهووس بالتفاصيل هنا تحول الأمر من أنه الدقة الزائدة عن الحد في التفاصيل حتى جهازي العصبي كله تحت ضغط بيظهر إزاي؟ بيظهر في علاقاتي بالآخرين علاقاتي بيني وبين الآخر أني بنتقده أنه مش ماشي على اللي أنا بقوله أنه مش شايف اللي أنا شايفه بس لو أنا مش بعمل أي حاجة من ذيب أنا كده ما عنديش اتراب شخصية طبعاً والحفاظ على أن أنا بكرر السلوك لفترات طويلة هنا يظهر اتراب الشخصية بشكل قوي ليه؟ لأنه خلاص بقى السوفتوير بتاع المخ متعوج برافو اتبرمج دي حقيقة من كتر ما أنا بسلك مسلك هذه السمة مخ يتبرمج على كده تدريب زي ما بنقول يعني أنا حتى بعلم أولادي كده أقولهم التدريب الحاجة سواء كانت إيجابية أو سلبية بالتدريب حتبقى حاجة أساسية بتعملها من غير ما تفكر يعني هلاص بيتهوى ده النظام دي حقيقة دي حقيقة لأنه شخصية البشر بتكون بشكل بدائي جدا بتلت حاجات يخصه أي بني آدم أفكاره وسلوكه ومشاعره التلت حاجات دول هما اللي بيكونوا طبيعة شخصية ثم تفاعلات الحياة بقى سواء اجتماعية أو وظيفية أو تعليمية أو حياتية هي تبتدي تزيد هذه الأفكار أو المشاعر أو السلوكيات حسن طيب التراب الشخصية بيجي في أنه حجم التلاتة ولا بيجي في التلاتة أو بيجي في التلاتة تلاتة مرتبطين ببعض وده اللي احنا عايزين نقوله أن الترابات الشخصية أو علوم الشخصية مش علوم فجائية هي الحقيقة أنها تدرس على مدار آلاف السنين بالمناسبة يعني من المصريين القدماء يعني يدرسوا في ربع الشخصية الفصيح كيف يعبر عن ذاته وكيف يعبر أي ملك مصري قديم عن شخصيته وهيمنته وما إلى ذلك ثم الحضارات القديمة كلها ثم الفلسفة اليونانية ثم حضارة الرمال ثم الحضارة الإسلامية ثم الحضارة الحديثة مؤخرا كل ده البشر عمال عمالين يعملوا خبرات تراكمية لما معنى الشخصية ترجمة نانسي قنقر